السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالي من عرضه أسيبكوا بقى من الكنيفة أو الكنيفة اللي احنا متعودين عليها صنية الكنيفة تعالوا من عرضه نعمل قطعة من الكنيفة كده حاجة كده مقرمشة تحط في البقء كده طحبة هتعجبكوا جدا مش تبطروا تعملوها مقرمشة بطريقة جميلة جدا سهلة كمان وبسيطة وكمان شكلها جديد ومميز يعجبكوا جدا وبدل ما صنية الكنيفة تقعد عندكم كتير جدا عشان تخلص دول هيخلصوا في ثواني تعملوهم وفعلا مش هيقعدوا معاكم جربوها وان شاء الله هتعجبكوا متنسوش لو اول مرة تشوفوني تفعل الزر الاشتراك الزر الاحمر تحت الفيديو ولايك للفيديو لو عجبكوا مازالش تفعل الزر الجرس علشان يوصل لكم جميع وصفاتي اول حاجة انا جبت الكنافة وجميتها علشان اقدر اعملها من دون كتبة هنعملها كده بقدينها تلاقيها هتقطعت قطعة صغيرة وتفرفتت كده مننا وباقت بتقطعتها قطعة صغيرة لوحدها فمن السهل جدا نكتعطيها في الفريزة لتجمد وبعد كده اول ما تطلعيها هتبتدي تعمليها بالشكل ده هتلاقيها فكت معاكي بكل سهولة وباقت نعمها جدا بدون كبة ولا تفرميها ولا اي حاجة بالشكل ده كده هتبتدي تعمليها بالشكل ده هتلاقيها معاكي كلها باقت متقطعة قطعة صغيرة هتبتدي اعمل كمية بتاعتي كلها بالشكل ده كده لحد ما خلص الكمية كلها بتاعتي بها professora وشكلها باقيت عاملة ازدي باقيت عاملك بالشكل ده كده كلها متقطعة قطعة صغيرة بالشكل ده وده لانا عايزية تجي حط عليها معلقة كبيرة من السكر البودر وهبتدي اقلبها كويس جدا وخليها تبقى كلها دخلة فيها السكر البودر بالشكل ده كده طبعا كلنا عندنا في البيت المعالق المعاييرية وهستخدم المقاس ده من المعالق المعاييرية وهبتدي احضر منها من جزء من الكنيفة بتاعتي وهضغط عليها بالشكل ده نضغط عليها ضغط جمد ونبتدي نساوي الأحرف بتاعتها ونحاول ان احنا نعمل كل المقاسات قد بعضيها ونضغط كويس جدا علشان ما تفكش معانا هبتدي اضغط فيها بالشكل ده عشان تاخد شكل المجوف بتاع المعالقة ده وبتطلع معي بردك بكل سهولة مجرد ما بتضغطي عليها من الجنب كده بتطلع معيك بالشكل ده هحطها في صانية مش مدونة اي حاجة وابتدي اوريكو بردك واحدة تانية اخد كمية من الكنافة وبتدي اضغط عليها بالشكل ده واي حروف طلعة بابتدي ادخلها لجوه واضغط مهم جدا الضغط عليها علشان زي ما تكوني بتكبسيها بالظبط تكبسيها كويس جدا احيانا لما بنعمل صانية الكنافة بنحط عليها صانية تانية وعشان نكبسها كويس جدا وبعد كده مجرد ما بنضغط عليها بالشكل ده تتطعم معينا كده بالشكل ده بكل سهولة ثواريكو واحدة كمان عشان نبريكو قد ايه سهل ومش بتاخد وقت وانتو قعدين كده تفرجوا على المسلسل تقدروا تعملوها بتخلص في صواني بيبقى شكلها جميل وطعمها كمان ما قرمش بودي جميلة جدا تقريبا هبطروا تعملوا صانية الكنافة اللي انت بتعودين عليها وتعملوها ايه على طول بات دي اطلحها بالشكل ده كده وبحطها في الصانية طبعا لازم الفرن يكون سخنة قابليها يعني يكون مولعين على الفرن وصيبينه اولى عبالا ما بنخلص اه التشكيل بتاعنا وبعد كده بندخله في الفرن ها سيبها اعمل بقى كده كازها واحدة وخلص الصانية بتاعتي كلها وارصها بس عادي يعني تسيبوا فرق شوية صغيرين بين الواحدة والتانية ايه زيادة تحاولي تشيليها كده عشان تبقى مظبوطة معايكي اه وتبقى شكلها منتظم خلصت الصانية بتاعتي كلها بدخلها الفرن بقى يدوبك بالضبط اقل من دقيقة بس تتشمع بدون اي حاجة خلص وبعد كده بطلحها اقل من دقيقة يعني حوالي 30 ثانية بدخلها الفرن المدي 30 ثانية وخرجها على طول بعد كده بكون اه مجهزة السمنة او الزبط بتاعتي وببتدي احط عليها بالشكل ده يدري برضك بفرشة او باي حاجة وبتحط عليها السمنة بتاعتي بالشكل ده وكده بعمل كل القنافة بتاعتي عشان تحمر كمان من فوق بتبقى هاشة كده وجميلة جدا جربوها بجد بتحفق بس اي كل القنافة بتاعتي بالسمنة او الزبط وبدخلها بقى الفرن بتخرج بتبقى لونها جميل بالشكل ده كده وببتدي احط اه العسل بتاخد عسل تقيل بارد وهي بتبقى سخنة يعني الكنافة سخنة والعسل بارد ويكون تقيل يعني عسل القطيف او اه العسل اللي هو التقيل ولو عايزين ما اديرو انا منزله العسل حطوه لكم اه رابط العسل في صندوق الواصف ليه في كلمة المزيد تحت الفيديو هتلاقوا رابط العسل التقيل او الشيرة التقيل طبعا كمية العسل لكل قطعة حسن ما انتي ما بتحبيها بتحبيها مسكرة قوي غرق يبقى اسقيها شربت براحتك عم بتحبي العسل يكون اه يكون حاجة مش بسكرة قوي فقاللي كمية السيرة بل انت تسقيها بيه بالشكل ده كده بعمل كل الكمية بتاعتي وابتدي اعملها بالشكل ده بعد كده بتقدير تحطيها على مصفة لو مش عايزها مسكرة قوي بردك بتحطيها على مصفة تصفة تنزل بقية العسل الزيادة وبتطلع جميلة جدا مقرمشة خفيفة جربوها تعجبكو بتنسوش لو الوصفة عجبتكو شير كتير كتير عشان تفيدوا بها ناس كتير لايك للفيديو لو عجبكو ما تنسوش تفعلوك الجرس عشان بجد يوصل لكم وصفات كتيرة انتم ما بتشوفهاش تقدروا تشوفوا الوصفات اللي بنزلها اول باول وشوفكم دايما على خير في وصفة جديدة ولو عندكو اي سؤال يتسألوني في التعليقات هجوبكو لو في اي حاجة مقلتاش في الفيديو حابين تسألوا عنها بجاوب عليها بكل بساطة وشوفكم دايما على خير في وصفة جديدة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة